كيف حلقنا في هذا اللقاء بروكسل بعد اللقاء باريس؟ كان حضور قوي و جاوبوا معنا الاخوان جاوبوا من جميع الدول هولندا برجيكا ألمانيا فرنسا إسبانيا إيطاليا و عندنا هات الصبح كان حطينا واحد أرضيات للنقاش باش النقاش الفعلي غادي يكون فلاب برميدي و دار الحوار حول النقاط ديال المطالب يجيئنا سموه هي اسمو بغينا بشكون احنا اسمو بغينا كيما قال السعلي قبيلة احنا مغاربة الخارج عندنا حقوق مهضومة و كرسها الدستور كرسها الصاحب الجلالة في خطابات دياله والحيد الان ما تفعلتش كاينين مقترحة ديال الاحزاب ولكن رهم بلوكية احنا كانت طالب وضلك احنا بغينا فلاب برميدي نوسعوا النقاش كيفاش غادي خدموا غادي يكون عندنا لقاء في المغرب 8 غشت اللي غادي يكون فيه حضور قوي للجالية تال خارج باش نطالبوا باش نرفعوا واحد المتطلبات صاحب الجلالة وباش نطالبوا بتفعيل دستور في المجتمع المدني باش يلتحق بهذا المبادرة كان طالبوا الاحزاب اللي دارت اقتراحات والاحزاب اللي دارت اقتراحات والحزاب اللي دارت اقتراحات ديالها تتنوض النقاش اللي كانت توقف باش نساعدوا ونديروا نساعدوا جميع ونخدموا باش نشوفوا هاد تمتيلية واش غادي تكون ولي مغدغيش تكون قاد يقولوا اللي انا باش نحبسوا نشوفوا شغلنا ونشوفوا حاجة اخرى نشوفوا نشوفوا نصوتوا فامريكان ونصوتوا فامريكان مجلس الجالية هنا اهنا في هاد اللقاء هدا من الافضل ما نتكلموش عليه علاش لخاثر غادي 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 قد كدكور مجلس الجالية كنتاش النوج الناس عندها حسابات مع المجلس مابغيناش ندخلوا فلاخر في صراعات مع المؤساسات ولا الاشخاص ديال المؤساسات نعرف أن هذه المؤسسات لم تقوم بالدور ديالها لا الوزارة لا المجلس لا الفوندسيون حسن دو لذلك كان أحد الأخر الصاهرين على الجالية لم تقوم بالدور ديالهم وكان قام بالدور ديالهم لا يكون لديهم إن شاء الله ومن أجل حضور في هذا اللقاء وكما أراه أنا بأنه لقاء كان ناجحا بعد باريس ونتمنى أن يكون هاللقاء قد يصل إلى جلالة الملك وجلالة الملك هو الحكم كفى من التلاعبات ومن الفساد في المؤسسات الدولة المغربية للمملكة المغربية الشريفة كما نريد دائما أن ما يسمى بالمزل الشاري للمغاربة العالم أن لا يكون انتهى العمل به وكذلك تلك الوزارة التي تظن أنها تعمل للمغاربة وكذلك مؤسسة الحسنستاني التي نرى أي شيء منها نحن يد اليمنى لجلالة الملك ونحن مع القضية الوطنية ندافع عن الطراب الوطني سيادة الوطنية إذن ما نريده هو إعطاء حقوق لهذا الشعب المغربي الذي يتواجد خارج الوطن اليوم جئت لبريكسيل باش نشارك في هذا اللقاء ديال مغاربة العالم واستفدنا منه كثير بما اننا وقدرنا على قضية ديال المشاركة السياسية للجالية المغربية اللي يصدر عليها الدستور والحمد لله كل شيء دازم جيد ونتمنى والخير إن شاء الله في المستقبل والإجراءات رغل يتخدون إن شاء الله رحمه الرحيم مع هدى المبادرة اللي نصقناها هنا في مدينة بريكسيل اللقاء باريز في سعود مايو 2015 كان لقاءاً ناجحاً بامتياز وعلاء يترهي قررنا باش ندر واحد اللقاء في بريكسيل اللي هو كذلك اليوم اللقاء واحد النجاح من قطع الضريب وشارك في إخوان وأخوات من من أوروبا تقريباً إلا الإخوان اللي في أمريكا الشمالية وفي أمريكا الجنوبية وفي آسيا وإفريقيا السوداء لما قدرش جيو ولكن سيفطرنا برقيات بأننا كيسان دون مساندة مطلقة وإن شاء الله اللي حضرنا وكونا اللي جان اللي غد تكون إن شاء الله اللي كتهيئ اللقاء ديال الضربيدة ديال الرباط عفون اللي غد يكون نهار 8 غوش 2015 ونتمنى من جميع الإخوان والأخوات في أوروبا وفي جميع أقطاع العالم أن يتصلوا وأن يلتحقوا بنا حتى نكون قوة إن شاء الله وأن نكون في مستوى طموحات إخواننا الذين ينتظروا من الشيء الكثير والشيء اللي تكلمنا عن اليوم هو المشاركة أو التمتيلية السياسية أو النيابية هذا هو الهدف الأسماء أول وقبل كل شيء وخاصة إن شاء الله إن شاء الله يكون تنزيل وتفعيل الدستور تنزيلاً ديمقراطياً وشكراً لقاء جدهم جاءوا مواطنين مغاربة مهاجرين من بلدان مختلفة وكان واحد نقاش صريح وواضح ومعدم المشاركين عبروا على الرغبة ديالهم في الحق وهم في الكرامة وفي تفعيل الدستور والحمد لله خرجنا ببيان ختامي وكونا لجال العمال وليجنة نسيقية لتنظيم والشرف على تنظيم وتنسيق لقاء رباط بثمانية أوت القادم على العموم لقاء مهم ومرحلة ثانية تكلت بالنجاح وكنت منها إن شاء الله باش نوصلوا للمرادة ديالهم الحمد لله حضرنا في بروكسيل في هذا الاجتماع ديال مغاربة العالم وإحنا خرجنا الحمد لله بمشودة وببيان ختامي ضخم والمقصد من هذا الجمع هذا وهو أن مطالبتنا بالمواطنة الكاملة ألا وهو حقنا في حقوق المغربية في القبتين البرلمانية والهدف من هذا التجمع لأننا حضروا جميع الإخوان من السويد ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن هولندا وهذا الجمع هذا جمع كريم وإحنا الحمد لله في هذا الجمع هذا رسلنا برقية لصاحب الجلالة على أن نحن ملكيين وكن نسقه مع الجمعية الصحراء والأوروبية لأن القضية المهمة التي تهم المغاربة وهي أن ندفع على الحقوق الوطنية وعلى الأرض الموحدة المغربية وإحنا وراء صاحب الجلالة جنود مجندون وكن طلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا العمل حتى نجمعه إن شاء الله في الصيف والتاريخ المحدد في البيان الختامي وشكرا اشتركوا في القناة